أربعة شبان ماتوا متأثرين بأمراض وإصابات في السجن خلال العامين الماضيين فضلا عن ترد صحة العشرات من السجناء نظرا لتدهور النظام الصحي داخل السجون هكذا قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير رصدت فيه ما وصفته بإخلالات تتعلق باحترام حقوق السجناء في الصحة فما حالة ديجان معناه توفع صغار سن فما يكون أصيب بيداء جرثومي داخل السجن يعني نعتقد أن السجن مكان حساس ومكان نجم تنتشر فيه الأمراض ونجم يموت فيه ديجان معناه الشباب صغار ولهذا نعتقد أنه نحن ندق نقوس بخصوص الوضع الصحي ونطالب الدولة بأن تهتم وأن تولي أهمية كما يلزم تولي أهمية بالصحة في المجتمع يلزم إلى وراهم مترابطين الصحة في المجتمع والصحة في المؤسسات السجنية يعني رأي الأمراض التي تتوجد في السجن رأي تنتقل إلى المجتمع إحصائات المنظمات الحقوقية تتحدث عن تقسيس السلطات لمائة وأربعة وأربعين طبيبا فقط في سبعة وعشرين سجنا وطالبت المنظمات بمراجعة القوانين التي تنظم الرعاية الصحية داخل السجون والتوقف عن ممارسات عدة تقول إنها تؤثر سلبا على صحة المرضى داخل السجن كتعمد تقييدهم بالأغلال خلال نقلهم وإقامتهم في المستشفيات تخفيف في اكتذاذ السجون خاصة في الغرف خطر ساعاتنا القاوة غرفة يعني دوبل ولا تريبل هذا يؤدي انتشار الأمراض الماضية كذلك نلقاول حالات الوفيات إلى حد الآن المنظمة تنسي منهات التعذيب تسجل في حالات وفيات داخل السجون أحيانا أهمال تبي وخاصة تحت التعذيب وتجددت الانتقادات خلال الأيام الأخيرة بعد تنديد هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بغياب الرعاية الصحية للمعتقلين ما دفع بعضهم للدخول في إضراب عن الطعام ونفت الإدارة العامة للسجون في مناسبات عدة اتهامات بإهمال الوضع الصحي للسجناء داعية المنظمات الحققية لزيارة السجون للتأكد من حقيقة الوضع المنظمة التنسية لمناهضة التعذيب تدق نقوس الخطر لما تصفه بتدهور الوضع الصحي داخل السجون ما أدى إلى حالات وفاته في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة العامة للسجون على احترامها لجميع القوانين والبروتوكولات الصحية المعمولية بها توفي قايش الحرة تونس